مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شاركت دكتور وسام الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي في إضاءة شجرة عيد الميلاد التي تم نصبها على دوار باريس بجبل الويبدي بحضور عدد من الأباء الكهنة والمسؤولين وجمع غفير من المواطنين وألقى الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني كلمة ترحيبية قال فيها إن عمان تؤكد على الدوام بأنها عاصمة المحبة والسلام والوئام وأنموذج في العيش المشترك مشيراً إلى أن الأردنيين جميعهم أسرة واحدة يحتفلون بالأعياد كافة ويفرحون بها وبعد إضاءة الشجرة أمام كنيسة روم الكاثوليك في الويبدي شارك الجميع في مسيرة جموع جالت شوارع المنطقة إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب هذا كان عنوان أمسيتنا الميلادية الوطنية الأردنية في هذه الليلة عندما التقينا عند دوار باريس في جبل الويبدي ومشينا مسيرة شموع مع الأطفال الذين جاءوا من كل أطراف عمان جاءوا إلى كنيسة الروم الكاثوليك إلى أم الكنائس في جبل الويبدي الشاهدة على حضور مسيحياً في هذه الأرض المباركة كان هذا الحفل هو حفل للفرح وحفل للطفولة وحفل للوحدة الوطنية التقى هنا في هذا المساء مسلمون ومسيحيون يكرمون طفل المغارة الكلمة المولود من السيدة العذراء مريم الذي يوقره المسلمون في قرآنهم الكريم جئنا هنا لكي نمد يد الحب لعدد من الأطفال 250 طفلاً جاءونا من كل أطراف عمان ونحن نقول لهم مع طفل المغارة بأننا وجدنا هنا لكي نتشارك في الفرح هذه رسالتنا شهادتنا المسيحية في وطننا الأردني العزيز هي شهادة الحب شهادة السلام شهادة الحق شهادة العذن وشهادة الخير